يا فيكم ألف عافية يا رب أنا بتمنيت بمتوفي عندك عائلة؟ أكيدة عندك عائلة وقفت بالدور لجبت خبز كمان من ساعة أربعة الصباح تحول إيه؟ من أربعة صباح لأي ساعة؟ من أربعة صباح لك ساعة ستة لحتى درد حصل على خبز ها حياة نحن عايشين أولوك يا عمي ها خرط اللبناني يوقف منزل وعم تدفع مصرياتك ما تيخز لي بقى الكلمة الله ياخدهم كل ياتهم ما بستسنى حدا منهم نهائيا لأنوا وصلونا لمواصيل شحاضي بشحاضي الله وكيلك صارت اللقمة بقى عميه كلها بالغصب يوم بدك توقف على البنزين ونص نهارتين بدك تشتغل واي لك مصروف البيت واي لك أكلك واي لك شربك واي لك خبزاتك اللحم شاهونا ياه الجيش شاهونا شو بعد فيه؟ شو بعد منتظرنا الموت؟ مرة مرة يموتونا نرتاح نعرف حال ما متنا يرتاحنا يا بلخي هيك ثلاث ساعات أربعة ساعات تحت الشمس يا عمان أنا عمري 64 سنة شو مأمنت للدولة؟ لا دوا فيه معي السكر ومعي الدغط ما فيه عم ببرق حول هيا اسمي اسم الدوا السكر ما فيه ما عم بلاقي منهم هيا اسمي الدوا أديك فيه مشيخ الدوا؟ سريد شمعتان ما عم بلاقي منهم ملخي ورأتي تخلي الى الله يا عم شو هو الدوا جوزيف؟ الله يبرجه اواتره من الله ما يبرجه يا عمي جوزيف عم تسمعني؟ عندك عيلي؟ أي خيجة عيلي وعم ربي ثلاثة ولاد معي اتغار يسلم يا عمي ابني صار فيه خلافه وعن ثلاثة ولاد حاطة كمين شو بدك فركم اللي والله يجيشه هنا يجي اللحم شاهل مع مسترفي يفوت شي لأ ما معي حق الدوة ما معي ما بدي خليك تتأثر اكتر من احنا مقصرين عم بتمنى لك دولة العمر شو بدك اكتر من هيك انت هلأ من دون رفع الدعم مش قادر تكفع مع رفع الدعم شو مفكر كيف مكملة الحياة؟ عم بيلك اتفضل بموت افضل اشربلي لا لا احل حقيقة اتفضل موت اشربلي اشربلي بس العطر على احفادة لثلاثة كيف مصيرهم بكرا شكرا نعم جوزيف يا رب يوصل صوتك ودموعك غالين وكلامك غالي مسلمة قلبك الله يسلمك يا عمي بتمنىكم تتوفي يا رب شكرا جوزيف خلي خلي شوي ما قل إلا الله سبحانه وتعالى يا عمي اكتر من هيك زل بعد ما شفتك والله يسرني فوق شهر ونص شهرين ما فوزت وقيد لحمي عالبة بتاهمن بقى الله؟ على الله يعطيك الباب يا عمي حبيبي شكرا شكرا جوزيف رأي لك جمعة الزلمة واحدة بتحكي عن وضع البلد ومش وحده كتار وكتار وكتار وأغلب العالم صاروا عايشين بها الزل و بها الطريقة هاي دي المزلي وما بيكفي هيك بعد المحسوبيات موجودة بكل المطارح ووين ما كان إذا بدنا نكفي هلأ أو نسمع الحكيات من هون لآخر طبور يمكن مدنا أكتر من 24 ساعة لآخر طبور لكن الواحد يخبر قصته شكرا جوزيف حويق راح أرجع لك بعد شوي مع باقي الزملاء دكتور أسامة شو عملوا بها 300 مليار يعني البلد يعني بس تصير تتحكي الناس لا بس عن جهة 300 مليار دولار يعني بين دين 92 مليار شو بدي أقول أنا بعد أبلغ من هيك حكي ما فيه ما فيه بس شو عاملين بها 300 مليار يعني لا عاملين مستشفيق شو عاملين ما عاملين شي لا زراعة ولا صناعة ولا فرص عمل ولا رعاية صحية ولا ضمانات اجتماعية ولا ضمان شيخوخة ولا ضمان بطالة ولا كهرباء ولا ماء سرقونا سرقونا بكل معنى الكلمي سرقونا مجرمين ولازم يتحاسبوا ولازم تنكسر شوكتهم بهذا البلد ومسؤوليتنا ومسؤولية كل واحد شريف بهذا البلد كلهم 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 كل واحد تداول السلطة كل من تداول السلطة أي يكن اسمه هو يتحمل مسؤولية شفتك تأثرت بس عم نسمع العام يعني اللي هادي تشبه حالات حالات ملايين من اللبنانيين معلش مئات الالاف ملايين من اللبنانيين عم بقاشوا هالظروف وأكيد كل يوم من قابل عشرات منهم كل يوم وما فيك تعمل شي فيه شغلات فيك تعملها فيه شغلات ما فيك تعملها هاي مسؤولية الدولة وأنا عم بقول إنه هادي الحالة هالأوضاع بدنا نروح فيه على انتخابات هادي بتعمل هالأوضاع بتعمل زبقانية بتعمل فوضى ما بتعمل تغيير بالبلد من الراهن كتير من الراهن على قوى تغيير وعلى اشتباك يومي مع هاي المنظومة لنكسر شوكتها لا بد إنه نكسر شوكتها رح كفى معك دكتور أسامة سعد